صلاب الصف الثامن يعطيكم العافية رجعت لكم من الجديد بدلت جديد بالوحدة الثالثة إن شاء الله اللي هو إثبات توازي المستقيمات وتعامدها طيب شو يعني مستقيم؟ شو يعني شعاع؟ شو يعني قطعة مستقيمة؟ وأيضا شو يعني نقطة؟ هاي شغلات أخذناها بصف خامس القص الأول إن ما خانتني الذاكرة طيب شو يعني مستقيم؟ أو كيف مستقيم؟ إنه هو بس هيك؟ طيب أصلا هات كمان مائن يلا نكبر خطنا شو يعني مستقيم؟ أوكي يعني لازم يبلش من هاي النقطة وهاي النقطة طيب شو قياسه؟ أي مستقيم في الدنيا قياسه 180 هاي لازم أعرفها ليش؟ لأنه لقدام هحل عليها أي زوايا على الخط المستقيم هي 180 مش الزاوية 180 مجموعهم لازم يعطيني 180 ليش؟ لأنه هم على هذا المستقيم نجيلها شوي لقدام طيب أش يعني تعامد؟ هيك إحنا لما نكتب تعامد بنكتب T بالعكس طيب ليه T؟ يلا أنا عندي هذه المثلث مثلاً ونزلت له عمود منصف بحيث أنه يتعامد مع القاعدة هاي القاعدة أيها يلاً 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 أكيد ما رح أحكي إنه هاي القاعدة وأكيد ما رح أحكي إنه هاي القاعدة طيب أنا بدي أنزل عمود نصفها هذا واحد أعطاني زوايا قائمة لازم لازم المستقيم الذي يعامد أي مستقيمة أو أي قطع مستقيمة يعطيني زوايا قائمة هاي يعني برهان رياضي ما في مجافي للمناقشة أي مستقيم بينزل على قطع مستقيمة أو أي قاعدة ونصفها مجرد ما حكيت أنه نصفها أعطاني زوايا قائمة وشو قيات الزاوية القائمة تستطيع هزم نتعرف على الزوايا لتحت إن شاء الله ننزل ما هو القاطع؟ هو المستقيم الذي يقطع أي خطين متوازيين أو دائرة في نقطتين مش فاهم يبا أي خطين متوازيين شو يعني خطين متوازيين؟ يعني لو قد ما يمشوا مستحيل يتقاطع وحكيناها بالدروس اللي قبل قد ما يمشوا مستحيل يتقاطع وهم خطين مستقيمين نحكي هذا R وهذا H مثلا طيب إجاهم قاطع؟ خلينا نشوف قطعهم في نقطتين بلا في نقطة بلا هاي نقطة وهاي نقطة إذن يسمى قاطع طب ليه مش تعامد يمس؟ لأنه ما نزل أعطاني دوايا قائمة ما نصفها ما نزل بشكل عمودي أنا بحكي تعامل إذن لابد أن ينزل بشكل عمودي بينما القاطع عادي ما بهمني هو كيف ينزل إذن المستقيم الذي يقطع أي خطين متوازيين أو دائرة في نقطتين منه أنا بعرف دوايا معينة منيجي لها لتحت شوي إن شاء الله طيب ودائرة يلا نرسم دائرة ونعطيها أيضا قاطع لاحظ برضو أعطتني هون نقطة وأعطتني هون نقطة إذن القاطع لازم يقطع ليها في نقطتين طيب ننزل شو يعني الزوايا شكل هندسي ناتج من اتحاط شعاعين لهما نقطة البداية نفسها مثل ما فهمت يلا هاي أنا عندي شعاع وهي أيضا شعاع شعاع وليس مستقيم وليس نقطة وليس قطعة مستقيمة شعاع يلا لهما نقطة البداية نفسها هاي عندي هون وهي عندي هون هاي زاوية هاي هاي وهي هاي هاي زاوية وعندي هون زاوية وعندي هون زاوية لاحظ إن هدور الزوايا حوالين نقطة طيب مجموع قياس الزوايا حول النقطة وشو يساوي 360 ليش؟ لأنه زوايا حول النقطة بيكونوا أربع زوايا كإني بحكي مجموقة زوايا شكلي الرباعي 360 طب مثل هذا مش شكل رباعي؟ أوكي أنا ما بطلع على شكل رباعي يعني شكل رباعي مش بس مربع مش بس مستطيل مش متوازي أضلاع أو مستطيلات لا هو أي اشي فيه أربع زوايا فهو شكل رباعي شو مجموع زوايا؟ 360 تمام؟ تمام طب شو أنواع الزوايا؟ أنواع الزوايا عنا زاوية قائمة شو قياسها؟ 90 لازم أكون عارف أنه زاوية قياسها 90 لأيني هي القائمة 90 فقط مش 90.1 ورتعه 80.9 90 بحت طيب زاوية حادة بتكون ما بين الصفر للتسعين ولازم تكون أقل من التسعين تمام؟ لأيش لأنه التسعين هي زاوية قائمة طب اللي أقل من التسعين زاوية حادة يعني مت إذا أجتني زاوية قياسها 10 هي حادة؟ أه طب ما هي صغيرة؟ عادي ما هي زاوية حادة أفضل صغيرة تمام؟ زاوية منفرجة ما بين التسعين و المية وتمانين وهي زاوية جدا كثير كثير كبيرة أما زاوية القائمة وحكينا عنها عفوا المستقيمة وحكينا أنه قياسها مية وتمانين بهموني أعرفهم طبعا بهموني سواء أنا رح أستفيد منهم بدرسي أو ما رح أستفيد بهم أنا أكون بعرفهم كمعلومات رياضية أنا لو قدام بدي أعرف يعني لو قدام برصوف الجاي ما حيتعامل مع إنه الزاوية القائمة من قياس سبتين لا خلص دايركت حيحط لك هيك وإنت لحالك أن تكون عارف إنه هاي تسعين يعطيني زاوية هيك ولحالي بدي أكون عارف إنه هاي مفرجة فإذا طلع قياسها 10 لا أنا بحل غلص تمام؟ تمام ننزل بحكي لي إذا قطع قاطع مستقيمين متوازعين فإنه كل زاويتين متناظرتين متطابقتين طيب نفس الإشي متبعدلتين داخليين نفس الإشي متحالفتين متكاملتين طب مثل أنا ما بدي أحفظ أنا بدي أفهم وبرجع بعيده بكرر رياضيات مش حفظ هو فهم فقط طيب كيف نلخص هدول؟ ننزل 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 ناخد صفحة جديدة معنا طالما إنه ما في مجال يعني أنا عندي هاي مستقيم وهاي مستقيم أوكي؟ كأنه هاد معي يلبس معنا ويجعهم قاطع طيب حلو بحكي لك إذا بتقدر تعملي حرف زد أنت أعطتني زاوية هون أعطتني زاوية هون لاحظ إنه التنسان جوه متخبيين جوه المستقيم بحكي عنه تبادل داخليا كيف يعني ما استبادل؟ أي شيء أنا بقدر أعمل منه حرف زد وكانه جوه إذا هاد اسمه تبادل طب فيه تبادل خارجيا؟ أه أكيد أنا برضو لما أعمل حرف زد بيكون الزاوية هم اللي برا هاد اسمه تبادل إيش؟ خارجيا يعني دائما هم بضبط حرف زد أحيانا ما بيكون عندي تبادل يلا واحدة ثاني بحكي لك إذا كان فيه عندي زاوية خارجية ووحدة تحتيها داخلية أوكي؟ هاي شو بحكي عنها؟ تناظر إذا التناظر وحدة داخلية ووحدة إيش؟ خارجية يعني وحدة جوه ووحدة برا والشرط إنهم يكونوا تحت بعض مش اللي جوه هون هي هاي جوه دقيقة دقيقة هون وهاي ايه نمتح هاي نمل هيك يلا لازم يكون واحدة داخلية ووحدة خارجية إذا أنا هيك بحكي عنهم إيش؟ متناظرتان بس طب أنا ما بضبط أحكي هاي داخلية مع الخارجية اللي هون ما بصير لازم يكونوا تحت بعض أوكي؟ متناظرتان طيب شو كمان ضل عنا؟ تحالف شو التحالف؟ بيكونوا التنتين داخليات وعى نفس المستوى يلا بيكون زاوية داخلية والزاوية الثانية أيضا داخلية طيب شو باستفيد لانستحالف؟ إنه مجموع أي زاويتين متحالفتين قياسة مية وتمانين يساوي مية وتمانين طيب هذا الجدول اللي كان موجود عنا نعيد على السريعة إذا أنا بقدر أعمل حرفZ فانا عندي زواية داخلية إذا كانوا التنتين جوه أو خارجية إذا كانوا التنتين بره بس حرفZ شو هو تبادل طيب فيا عندي تبادل داخلّي إذا كانوا التنتين جوه يأتبادل خارجي إذا كانوا التنتين بره مجرد ما انا عرفت حرفZ طيب شو كمان؟ لأنا سناظر لو Sport جوه وو SAY بره Et auch أم تحت بعض أوكي؟ وعنا تحالف التنتين جوه تمام؟ يلا، نرجع طيب بحكي لي إذا قطع قاطع مستقيمين ونتج زاويتين متبادلتين داخليتين فإنهم مستقيمين متوازعين مجرد ما أوجدت زوايا متبادلة أنا هيك بثبت أنه أنا عندي مستقيمين متوازعين نفس الإشي إذا قطع قاطع ونتج عن تقاطع زاويتين متحالفتين متكاملتين ليش حكاولي متكاملتين لأنه مجموع الزوايا المتحالفة 180 إذا أعطوني 180 هم متكاملات فإن المستقيمين متوازعين طيب هذا ما يستفيد منه علشان أثبت تمام؟ ما بدي أعجقك بهذه الجدول بدي أهضعك على الحل طيب أرجع أعيد على السرية تحاله في التنتين جوا تناظر واحدة جوا واحدة برا بس لازم تحت بعض تبادل مجرد ما أنا عرفت أم الحرف زد يا إما داخلي يا إما خارجي يعني يا التنتين جوا يا التنتين برا بس هذول الجدولين ما تعجق حالك وتروح تقرأ و لازم أحفظ إنه هيك لا أنا بدي أفهم طيب بحكي لي جد قيم X أو قيمة X التي تجعل المستقيم N شو هاي الإشارة؟ متوازي مع M طيب هاي برا صح؟ و هاي جوا واحدة جوا واحدة برا ولاحظت التنتين تحت بعض إذن هات شو اسمه؟ تناظر أش يعني تناظر؟ يعني إنهم مالهم؟ متساويات يعني شو؟ يعني هم يقد بعض أوكي؟ يلا إذا حكيت لي إنه 135 قد الـ 2X زائد 15 أش يعني قدهم؟ يعني متساويات طيب ليش حكيتين لي إنهم متساويات؟ ما هم يزوايا ما شو؟ ما هم يتناظر يعني هاي واحدة جوا وواحدة برا وتحت بعض شو كانت تناظر؟ طيب بدي أوجد X أوردي إحنا متعودين على هذه النوع من الأسئلة ناقص 15 ناقص 15 5 ناقص 5 صفر 3 ناقص 2 واحد وبضل عندي 1 تساوي 2X شرحنا كيف بخلص من اللي 2؟ بقسم على 2 على 2 بضل عندي X تساوي تنزل الصفر 12 على 2 ستة طيب بس أنا بدي أتحقق أنا بدي أتحقق من حلي إنه أنا حالة صح ولا لا؟ كيف بتحقق؟ أي إشي اسمه تحقق؟ فيه تعويض وين هيك فيها؟ كم X؟ 60 هل 2 ضرب 60 زائد 15؟ بتعطيلي نفس هاي الزاوية لإنه إحنا حكينا إنه إذا فيه تناظر فهم متساويات يلا 2 في 60 120 زائد 15 5 زائد 0 خمسة 1 زائد 2 ثلاثة والواحد نزد 135 نفس هاي إذن أنا هيك أموري تمام تمام؟ تمام؟ إذا بدكم تعملوا سكرين علشان بدنا ننزل على السؤال اللي بعده يلا طيب بحكييلي في الشكل المجاور إذا كانت الزاوية واحد إش هاي؟ متطابقة مع الزاوية سبعة شو يعني متطابقة؟ يعني إذا الزاوية واحد قياسها 50 الزاوية سبعة قياسها 50 إذا الزاوية سبعة قياسها 35 إذا الزاوية واحد قياسها 35 شو عرفني؟ هو حكالي بسؤال إنهم متطابقات فأثبت أن المستقيم جي والمستقيم أج شمالهم متوازيان للإثبات أحيانا بلزمني ثلاث جمال خلص هيك أنا أثبتت سفرات تكون معي زيادة عادي لو حطيتهم يلا أجي أتطلع أول إشي حكالي إنه الزاوية واحد متطابقة مع الزاوية سبعة وهاي معلومة شو عرفني؟ هو حكالي بالسؤال فبحكيله معطة هو إعطاني يا يلا طب بدي أخذ كمان زاوية يعني أنا في عرف زاوية نأخذ زاوية هون شو رأيكم؟ فبتصير واحدة جوة نغطيها مثلا رقم اثنين واحدة جوة وواحدة برة الزاوية اثنين متطابقة مع الزاوية سبعة بشو؟ واحدة جوة وواحدة برة والثنتين تحت بعض إذن تناظر أحسن طيب لنا كمان معلومة نأخذ لنا كمان معلومة مثلا نأخذ هاي الزاوية متقابل ايش؟ بالرأس نحكي لها ثلاث أو أربعة الزاوية ثلاث متطابقة مع الزاوية سبعة ليه متقابلتان بالرأس أنا ما بتوصل عندي هاي المعلومات إلا إذا كانوا متقيمين متوازيين إذا ما كانوا متوازيين مستحيل أنا أوجد هاي المعلومات إذن المستقيم جي متوازي مع المستقيم أش وهو المطلوب تمام؟ تمام ننزل يلا بحكي لي هل يمكن إثبات أن أيا من المستقيمات الشكل المجاور متوازية اعتمادا على المعطيات مش مش فاهم السؤال بحكي لك إثبت لي أنه هدول المستقيمين A و B متوازيين بس بناء على الأشياء اللي أنا أعطيك ياها أنت ما تعطيني زوايا زي قب شوية؟ لا هسا أنا بدي أعطيك وإنت تحكي لي A أو لا وليش؟ يلا الزاوية واحد متطابقة مع الزاوية ثمانية؟ وين هالزاوية واحد؟ هاي وين هالزاوية ثمانية؟ هاي طب ما ستنتين خارجيات وما عندي ولا إيش بحكي لي خارجي لا عندي التحالف يا ميس ما هم التحالف داخليات لا التناظر يا ميس ما أنت حكيتي واحدة جوا واحدة برا التبادل إما داخلي أو خارجي طب ما بيعملوا حرف Z ساعوا نجرب يلا مبلع هاي هم التنتين برا فيش بحكي عنهم ما لهم تبادل خارجيا شفت متى أنا بستعمل حرف Z يلا لبعديها ايش هاي الأم يمس؟ انه قياس قياس الزاوية خمسة زائد قياس الزاوية تسعة هل يساوي مية وتمانين؟ تعالوا نشوف الزاوية خمسة وين ها؟ هاي ها والزاوية تسعة A ما لهم متحالفتان طلع؟ هاي هم متحالفتان يلا بس؟ طيب هيكملنا على نفس المثال هل الزاوية سبعة؟ والزاوية اثنين متطابقتان وين ها الزاوية سبعة؟ هاي ها وين ها الزاوية اثنين؟ هاي ها متطابقتان آه لاحظ أصلا معمول حرف Z هايو ما لهم؟ تبادل داخلي اعطوني حرف Z والتنتين جوه طيب امسحلكم يا علشان نعرف نحدد بعدين طيب يلا الزاوية ستة متطابقة مع الزاوية اثناش هاي ستة وهي اثناش واحدة جوه وواحدة براءة ما لهم؟ متحة لا ايه عفوا 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 واحدة جوه وواحدة براءة شو اسمها؟ تناظر اوكي؟ يلا قياس الزاوية الثلاث زائد قياس الزاوية اثنين بيعطيني مية وتمانين نعم ليش لأنهم متحالفتان؟ اوكي؟ يلا ننزل نظرية القاطر العمودي عمودي يا حلوين اذا عمودي شو بيعطيني زاوية تسعين اوكي؟ اذا كان مستقيم عموديا على احد مستقيمين متوازعين فانه يكون عمودي على المستقيم الاخر اوكي؟ يعني اذا كان هون ونصف لي هادو وعطيني زاوية قائمة تلقائيا بدو ينصف لي هادو ويعطيني زاوية قائمة تمام؟ اذا قطع غاطع مستقيمين وكان عموديا على كل منهما فان المستقيمين متوازعين اكيد اصلا ما بيعطيني زاوية قائمة الا اذا كانوا متوازعين طيب بدي اثبت هذه الحكي انا بدي اثبته بيحكي لي استعمل المعلومات الموطعة في الشكل اللي اثبت انه R متوازي مع S باستعمال البرهان دي العمودي من الفصل الاول احنا بنستعمل البرهان دي العمودي طيب بطلع اول اشي انا عندي الزاوية هون صح؟ عندي الزاوية واحد وزاوية اثنين قائمة طب ماذا سماهم واحد اثنين؟ عادي ما بدي واحد اثنين بحط ثلاث اربع بحط AB بحط TZ اللي بدي اياه المهم انك تعطيني جواب صح تمام؟ يلا الزاوية واحد وزاوية اثنين متقائمة من حكى لي؟ هو اعطاني بالسؤال هيها واضحة طيب الزاوية واحد وزاوية اثنين متطابقة تعال ليش؟ ليش متطابقة تعال لانه الزاوية القائمة متطابقة طيب شو انت تطابق؟ يعني اذا هات خمسة هات خمسة اذا هات عشرة هات عشرة تطابق وليس تشابه تمام؟ ثلاث انه المستقيم R متوازي مع المستقيم S لانه خلاص انا اعطيتك بالدكية طيب بدي اثبت معلومتي اكتر تعال ننزل يلا استعمل المعلومات المعطالة اثبت ان J متعامد مع K تمام؟ متعامد مع K انا عندي زاوية G هون هاي زاوية واحد مثلا وبدي اخذ هون زاوية 2 اكيد الزاوية واحد متساوي الزاوية 2 ليش؟ لانهم لانهم ايش؟ زاواية قائمة طيب الزاوية واحدة متطابقة مع الزاوية 2 ليش؟ لان الزاوية القائمة متطابقة طيب ثلاث هاي واحد هاي اثنين ثلاث اذا المستقيم K صح متعامد مع المستقيم J بعدين في نظرية حكت لي انه اذا في قاطع قطع مستقيم بشكل عمودي فتلقائيا بيقطع المستقيم اللي تحته ايضا بشكل عمودي تمام تمام لهون بيكون خلص درس نيمس الدرس خفيف لطيف يعني معلوماته خفيفة دي ما حكتلكم ما تحفظوا الجدول بس اتذكروا انه مثلها في حكاس اذا بعطوني حرف Z يابيكون تبعدل يا جوا يا برا تناظر التنتين واحدة جوا واحدة برا بس تحت بعض اوكي مش تحت بعض هيك عادي ممكن تحت بعض هيك او ايش حكينا تحالف التنتين جوا والزوايا المتحالفة المتكاملة قياسها 180 تمام بس بشوفكم الحصة الجاي ان شاء الله رح نحلق تلت الدرس ممكن نبلش بالدرس الجديد وممكن لا لان احنا هيك ماشيين يعني نوعا ما تمام اشوفكم الحصة الجاي يعطيكم العافية